بداية يستعد المخرج أحمد رزاك لمصرحية جديدة بعنوان بوستيشا لآخر الروتوشات قبل عرضها الأول بأوبرا الجزائر بوعلام بالسايح يوم الثامن جونفي الجاري وتشهد المصرحية مشاركة أزيد من 200 فنان من ممثلين رقيسين وموسيقيين قادموا من مختلف ربع الوطن بمساهمة المصرح الوطني والدوان الوطني للثقافة والإعلام الذي وضع قرية الفنانين التابعة للدوان تحت تصرف أصحاب المشروع من أجل التدريبات والتكفل بهم